بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيدة المرسلين سيدنا محمد وعلى آيلي وصحبي وسلم أهلا وسهلا بيكو حلقة جديدة من برنامجكم حلمك علينا وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات الغاد دلوقتي طبعا ننغبتش عنكم طول الوقت معاكم على الصفحة وعلى الفيسبوك ولكن زي ما وعدتكم أن حلقة النهاردة هتبقى مفاجأة بكل المقايز أولا هناخد مصور تاني خالص في البرنامج بتاعنا النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة متكلمناش عنها قبل كده احنا كنا مأجلينها الوقتها وهيكون في شكل تاني للبرنامج ابتداء من الحلقة الجاي إن شاء الله وهيكون في إضافة للبرنامج هنتكلم عنها بعد شوية النهاردة هنتكلم عن إيه؟ النهاردة هنتكلم عن الواقع إن شاء الله اللي إن شاء الله هيكون موجود السنة الجاي يعني هنسيب الأحلام شوية ونتكلم عن توقعاتنا وتوقعات الفلك لأبراج عشرين واحد وعشرين إن شاء الله هتكون سنة سعيدة وجميلة وسنة كلها تفائل وتصحيح لأوضاع ناس كتير وتصحيح لمعتقدات ناس كتير وهنغير وجهات نظر أبراج كتير هتغير وجهات نظرها في حاجات كتيرة وفي قرارات كتيرة وفي ناس هتبقى فوق قوي 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 عندنا ثلاث أبراج طالعين في عشرين واحد وعشرين إن شاء الله بساروخ وعندنا أبراج بقى لهم كم سنة كده الدنيا معاهم وقفة ومش قادرين يتنفسوا هنقول لهم اتنفسوا وتكلموا واطمئنوا واستعدوا عشرين واحد وعشرين إن شاء الله مبدأ للتفائل والنجاح وحاجات حلوة قوي 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 مش بس على المستوى الشخصي كمان على مستوى العالم العربي إن شاء الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول إحنا هنبتدي بإيه إحنا هنبتدي بالعالم العربي اللي إن شاء الله بإذن الله بيسوده التفائل عندنا حالات من حالات الاستقرار السياسي عندنا شوية بلاد هيكون إن شاء الله وضعها السياسي والاجتماعي مستقر إلى حد ما لكن عندنا كان بلد وعلى رأسهم الحمد لله بلدنا مصر هيكون فيه انتفاضة في عشرين واحد شواء وعشرين سياسية واقتصادية رائعة الحمد لله ما عندناش ركود الحمد لله الأفلاك في مصلحتنا جدا عندنا انتعاشة كده اقتصادية رائعة الحمد لله إحنا بنلمسها في الأيام الأخيرة عشرين واحد وعشرين هتكون حاجة هيلة جدا في الفترة اللي جاية إن شاء الله شوية كوارث طبيعية أمطار شديدة زيادة في المية جدا على عكس المتوقع وعلى عكس اللي كان بيتقال عندنا شوية أعصير في البلاد العربية المجورة لكن هتعدي بسلام من غير يعني كوارث كبيرة على صعيد آخر في إن شاء الله خبر كويس على أواخر عشرين واحد وعشرين إن شاء الله يقال إنه هيكون فيه علاج قاطع لمرضى السرطان ومش هيكون كماوي بالمناسبة تعالوا بقى نتكلم خصوصيات شان كل واحد دلوقتي قاعد يقول طب يا ترى البرج بتاع رايح فين يا ترى أنا عامل إزاي يا ترى السنة اللي فاتت اللي كانت سنة صعبة جدا 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 على العزراء والأسد والجوزاء والسرطان والطور كان في ديل القائمة السنة الجاية عندهم شكلها إيه والسنة الجاية لتلت أبراج صاروخية هيكونوا عاملين إزاي هنبتدي بالأبراج الصاروخية أصحاب الحز الأوفر وأصحاب السعادة الأكبر ومليونيرات عشرين واحد وعشرين العقرب والحمل يعني العقرب والحمل والميزان في النص ثلاث أبراج كده لما تكونوا مصاحبين حد منهم يمسوكوا فيهم بأيدكم واثنانهم هيبوا أغنية قوي في عشرين واحد وعشرين على رأسهم العقرب العقرب بالنسباله السنة دي سنة مهمة مصيرية في حياته برج العقرب من الأبراج النجحة بطبيعتها برج بيحب النجاح وبرج عنده كاريزمة وبرج عنده جاذبية الثلاث حاجات دول مش هيكونوا مجرد صفات من صفات العقرب لا الثلاث حاجات دول هيكونوا كمان عوامل مساعدة في الفترة اللي جاية جدا للعقرب هيبتدي يستعمل كل أسلحته في تعاقدات جديدة في نجاحات جديدة عنده نجاحات وعنده دواخل مهنية جديدة العقرب في عشرين واحد وعشرين هيبتدي ياخد خطوات واسعة نحو الاستثمار وعالم المال كالعادة هو ناشط عاطفيا عشرين واحد وعشرين في أولها هادية لكن على أواخرها وكالعادة بينشط عاطفيا في ستة وسبعة وثمانية العقرب عنده في مشاريعه الجديدة تبتدي مشاريعه تجيب إنجازاتها ويبتدي يحصد بدري جدا جدا من شهر تلاتة لشهر سبعة تحياتنا لبرج العقرب يأتي بعده مباشرة الحمل الحمل وعشرين واحد وعشرين بالنسباله عام التحرر والانطلاق عام النجاح والمال والتعاقدات عام السفر عام الانطلاق عام الأحلام اللي بقالنا كام سنة كان الحمل بقاله تلات أو أربع سنين من قبل عشرين عشرين دنيته وقفة وصعبة ابتدى في عشرين عشرين ينفتح وابتدى في عشرين عشرين في أواخر عشرين عشرين بالضبط من شهر ستة لآخر عشرين عشرين وهو ظروفه ابتدت تستقر بنبشره بمزيد من النجاح ومزيد من التقلق إن شاء الله في عشرين واحد وعشرين نختم بالميزان في الأبراج الصاروخية ونقول إن الميزان بالنسبة له عام الانفراج والتوسع والانفتاح والنجاح بشوية إحباط هيعدوا عليك من شهر اتنين لشهر أربعة بسبب برج معين بيعمل حصار على نجاحاتك لكن بسرعة جدا هتتجاوز ده وبسرعة جدا جدا هيكون عندك حب ومال وعندك في حياتك بعض التعديلات ولكن احذر الحاسدين لأنهم دائما ما يتربصوا بيك نروح للأبراج متوسطة الحظ واللي حتى رغم إنها متوسطة الحظ في عشرين واحد وعشرين لأن حظوظها أحسن كتير جدا أحسن من الأبراج أحسن من السنوات اللي فاتت عندنا الدل والجدي والحوت والكوس من الأبراج المتوسطة من الأبراج اللي عندها شوية التزامات مش هتعقها كتير لكن كل مكان ملتزم أكتر يا جدي كل مكان نجاحاتك أكتر حاول تحسب خطواتك اللي جاي كويس جدا لأنك عندك فلوس جاية في الطريق محتاجة بس تخطيط شوي طيب فاصل ونعود طيب فاصل ونعود سنة كفاح والتزام هنقول للحوت والكوس انتو كمان عندكم شوية التزامات وعندكم شوية اهتمامات اهتموا جدا جدا في الفترة اللي جاية الابراج دي محتاجة اكتر حاجة منهم الالتزام والطمأنينة هنختم بالاسد والعزراء والسرطان والجوزاء اقل حظا من السنوات من الابراج التانية لكنهم احسن حظا من السنة اللي فاتت بكتير اه سرطان عندك شوية تفاقل داخلين عليك حاول تستغلون كويس جدا اه عندك طاقة ايجابية طيب اه شوفكم الحلقة الجاية ونكمل ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة